سأحاول قدر المستطاع أن أوضح جمعة من النقاط التي أثرتمها أولاً فيما يخص البرنامج التي أعطت فيه التعليمات السامية البارحة للحكومة بتدخل للحد من الآثار نعرف جميعاً أن الأمطار قلت فيها وكانت بعيدة عن المعدلات نعرف السنوات العادية ولهذا البرنامج وتخفيف هذه الأطار سيتم مرصد حوالي 10 مليار تدرهم ثلاثة منها وبتعليمات ملكية سامية ستأتي بطبيعة الحال مساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هذه الأشترات التوزيع عنها أولاً كإنستاء تمويل وإعادة هيكلة مديونية الفلاحين وخاصة الصغار منهم الكل يعرف أن عند كل موسمين فلاحي يلجأ الفلاحون وكما قلت خاصة الصغار منهم إلى قروض بنكية لتمويل السنة الفلاحية ونشاطهم الفلاحي سيتم في هذا الباب تمويل جزء وإعادة هيكلة جزء آخر بحوالي 6 مليار تدرهم والمليار الآخر سيكون هو التأمين ودرجة في سؤال آخر التأمين في الموسم الفلاحي كيف تعرفون قبل بداية كل موسم الدولة تتدخل إلى جانب مختلف الفيدراليات المهنية لتأمين المحصول الفلاحي السنوي الآن وبعدها كما قلت ندرة تساقطات واللي كان عندنا عكاس خاصة على الأنشطة الفلاحية سيخصص وسيصرف هذا المليار من تدرهم الموجه لتأمين هذا الموسم الفلاحي وكما قلت خاصة أنشطة الخريف ثلاثة المليار الأخرى ستوجه لمختلف أنشطة الفلاحية المتدررة خاصة منها بطبيعة الحال تربية الماشية عبر توفير الأعلاف الضرورية وبأتماني مناسبة يعني تحسن السنوات العادية وتوفير الأدوية لمختلف المواشي إلى غير ذلك من الإجراءات والسيد رئيس الحكومة اليوم بعد الظهر إن شاء الله بعد الزوال سيترأسه اجتماعاً لمختلف القطاعات الوزارية المسؤولة على تنفيذ هذا البرنامج وتعلن الأجراء أن تعوى على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن وبالفعالية الضرورية حتى تكون الحكومة والدولة بطبيعة الحال إلى الجانب هذه الشريحة المهمة من المجتمع والتي تساهم في السنوات العادية في الرفع من القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني شتوا جميعاً أنه في سنة ممتازة بحل السنة 2021 المساهمة على القطاع الفلاحي جوزت 17% من النتج الداخلي الخام وهذه الفئة وبعناية ملكية سامية تستحق بطبع الحال تجند الجميع لمواجهة الصعاب المترتبة على هذه الظروف الطبيعية فيما يخص النقاش الضائر حول القمح والمساعدة وإلى غير ذلك لابد من نخص الوقت الكافي تكون عندنا المعطيات اللازمة باش نعرفوا شنو هي الصورة وشنو الواقع أولاً احنا اليوم الدولة كيف تتعرفوك تدعم عبر صندوق المقصة بجموعة من المواد وباش نبقى فهذا المجال للحبوب كالدعم واحد الحصيص انتعى الدقيق يسمى الدقيق المدعم اسميته بفرنسية لفارين ناسيونال دي بلي تونتر اللي هو 6.25 مليون قنطار سنوياً في سنة عادية الدولة تخصص مليار و 300 مليون تدرهم باش تعاون و باش تساعد هاد الحصيص يستعى الدقيق المدعم باش يتباع في السوق 200 درهم و القنطار هادا نقاش وهدا مسألة قارة واش هادك لفارين تستفدو منها غير دوي الدخول محدودة او لا لا هادا نقاش اخر الان هدي السنة العادية هلا خديته احد السنة عادية بحال 2019 واخديته قانون المالية غدي تلقاه دعم الموجه ل لفارين لفارين بطبيعة الحال لاستعمالات الاساسية هي الخبز والامور الاخرى المشتقات فغدي تلقاو مليار وتلتم انطلاقا من سنة 2020 الاتمان في السوق العالمية بدأت كترتفع نعرفه افكتيب موك وهذا الارتفاع ولكن نعرفه الحيد دانتعو باش نعرفه بطريقة جيدة ف كما قلت بانه في 2021 المعدل انطلاق الحبوب في السوق العالمية كان هو 290 دولار للطن 2021 دجا هاد 290 دولار للطن كان فيها ارتفاع تقريبا بالتولد 34% بالضبط لواحد السنة عادية اللي هي 2020 في 2021 كان هاد الارتفاع ب34% في سنة 2022 زاد هاد الارتفاع وصنال 315 دولار للطن قضاء الواقع اليوم هاد الارتفاعات بطبيعة الحال دبع احنا عندنا عندنا واحد الثمن الارتفاعات مقنان متعارف عليه الخبز بدرهم 20 ولكن نرى كل الانواع الاخرى او لكل الامور الاخرى اللي كتستعمل بدقيق تمان تاعها مقنان بالتالي ولكن باش نضمنو هاد الخبز ونضمنو هاد القدرة الشرائية تاع المواطنين حتى اللي كيستعملوا الدقيق في البيوت كين واحد الثمن متع الفارينة متعارف عليه اللي هو ميتين وستين درهم القدرة هاد الظروف اليوم اللي كيعرفها القمح واللي كتا 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 تنها واحد الاسواق العالمية والفرات تنقل زاد من خمسة وعشرين دولار لخمسة وثلاثين دولار هاد العوامل المجتمعة خلات بان القنطار القمح اللي غدي يدخل عندنا يكون هو تلتمية واربعين درهم القنطار عواض ميتين وستين اللي كينا في السوق باش قاع القدرة الشرائية ما تتضربش في السنة العادية سنة العادية في 2019 الحبوب كل هيا كانت تدخل بواحد السعر ميتين وستين والدولة كانت تفرض رسوم جمهوركية باش تحافظ على المحصول الوطني امام هذه الظروف لجئت الدولة بطبيعة الحال ل باش تاخذ الاجراءات اول اجراء هو اننا حبسنا لضرواء الامبورتاسيون تلك الرسوم الجمهوركية اللي كنا كان نفرض على الاستيراد حبسناها في فترتين من فيفري حتى الـ 15 مايو 2021 باش نفتح المجال من بعد الانتاج الوطني وحبسناها ايضا من نوفمبر 21 تال افريل 2022 حتى الافريل المقبل ان شاء الله تا هذه السنة الرسوم الجمهوركية محبوسة في سنتين عادية هاد الرسوم الجمهوركية كتدخل دولة 550 مليون تقدره لان الدولة تحبس هذه الرسوم الجمهوركية تخسر 550 مليون تقدره الآن هاد هاد المزيور نتا نحبس الرسوم الجمهوركية ليوحدها غير كافية كان على الدولة ان تتدخل باش هادا القنطار اللي تنجيبوه من على بره ده الحبوب ده القمحلين يبقى في 260 درهم باش الفاريناء اللي تتمشي المطحنة والمواطن اللي يشيريها في دارو تبقى في 350 درهم للقنطار دخلات الدولة في فترتين الفترة بطبيعة الحال اللي قلت لكم في 2021 المعدل في المرحلة الأولى اللي حبسنا فيها الامبورتاسيون كان 24.45 آلي 25 درهم للقنطار من 1 فبراير 15 ماي 2021 وفي الفترة الثانية بتصاعد تمن الحبوب في العلام تدخل في هذا القنطار وصل 87.25 درهم معناه أنه لو لا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة باش تمن تها يبقى في 260 درهم كان خاص القنطار يسوى 350 درهم وإلا سوى القنطار تدع الحبوب 350 درهم القنطار للفارينة يرتفع 350 درهم وبالتالي كل ما يصنعه بالفارينة سواء الخبز درهم 20 أو الاستعمالات المنزلية اللي كيدر المواطن أو المنتجات الأخرى اللي كيدر في المخابيز ما كين تشيح للآخر إلا الارتفاع الثمن لأن القنطار للفارينة ستزاد 80 درهم 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 لأن الفارينة النسيونال لنورمال مخصوم يستعملون الفقراء 902 درهم واللي ما كيستعملوها لا مخابيز ولا هم يحزنون تفقي هذه 903 مليار تاريخيا درهم ولكن اليوم دولة الدخلات يستهلك هذا الدقيق عنده في الدار أو المواطن يستهلك الخبز والمواد الأخرى في المخابيز ما تأثر بهذه التحولات اللي وقعت في السوق الداخلية ولهذا الغرض دولة في 2021 باش تدير هذه العمليات بالإضافة للمليار و300 اللي تدعم به الدقيق المدعم خلصت يعني عوض من خلصوا مليار و300 3 مليار و2 و80 مليون درهم 3 مليار و2 و80 مليون درهم هذا تخلصت هذا الرقم لا تحتاج إلى مجهود لأنه الماضي هذا 2021 يعني إذا نريد نقارنه في سنة عادية الدولة خسرت تقريبا مليارين إضافيين خلال سنة 21 وفي سنة 22 وبالظروف اللي رحنا نعرفها أنا ما كان هدرش على التطورات المقبلة واللي هي مقلقة نتيجة للتوترات الجيوسياسية خاصة السلطة السرعات اللي كتعرفها روسيا ووكرانيا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس أكثر من مجرد خبر تابعونا